اهنا تتكلمنا كذلك واشي قدر يتبرمج ربما من انا القدام على حسب عشنه غايكون مازال الامور في دراسات مازال الاشياء باقي ما عرفناش الخلفية ديالها فيروس لي هو جديد اه مازال بزافة الحاجات كتتحاولو انا تكتشف اه يعني في الايام القديمة اليوم كيف اه سبق يعني في عند راشيد الادريسي اه اليوم وكل عالم كي اه كي احتافي احنا ما بغناش نقولك احتافي لكن نوقفو على اه اهم الامور اللي كتخص اه السرطان يعني اله نهار ربعة فبراير اه السرطان كل الناس او العالم كله كيتكلموا على السرطان سبقا كين بزاف دلانواع السرطان اه كينين وحنين كيكونوا على رؤوس القائمة اللي ربما كيكونوا معروفين بزاف عن الناس من انتكلموا على سرطان تادي سرطان الرئاة سرطان الحنجرة البروستات ايضا يعني كنين حد سرطانات سرطان كين سرطانات ايضا تجي سرطان الرحم او عنق رحم كين سرطانات اللي حنا مو الفينتين سمعوها ولكن اليوم احنا بغنان نتكلموا على الوليدات الصغار رفقتك دكتور ونتكلموا اشنو هما السرطانات لكي قصو الوليدات وهد سرطانات هادي وش ليش كتأدي الاطفال بحل الكبار تاوما تيجيون بسرطان الله يحد مساكن داوما تاوما النسبيين قل من الكبار اه السيدات سي سرطان تادي وعاد عنق رحم رجال سي ريق اه اه في الول او الاطفال عندهم عدد دي الانواع دي السرطان ويقدر يبن تقريبا من الزيادة زي ما راه راه وتنعود نقول باش ما نخلعوش الناس راه كليل والني راتي راه كايم اه الحمدلله الناس بداو مشي بداو واعين دابات يعرفوا ما بين الحواج اللي يقدر يكون عندو شي حاجة يتخلعنا هما مثلا الولسيسات دباب الامهات هاته شي غيرتها تقيس ولدها فيها شي والسيسات هاتجي تتجري انا صار رات عدو تسعين في المياه متى تكون شي والسيسة راه عندو يريم كن الحلاقة مولها سنان وللودنين والشي حاجة اللي بسيطة وليني ميت يوليدوك الولسيسات طولة او الكبيرة او لا اسميون يمكن يكون مرض تعفوني ديما بعد ما تكن تكلموني ما تكون مقدرش انا كينو بزاف منسكي والسيسة اللي طولة ممتاز اللي ما ممشاتش اللي دازت واحد الوقت وغاديو تتكبر غصها نشوفو علاش بشنو السبب ديلا حيط الوسيسات اشنا هما باش نبسطوا الاقصى درجة هما راتي يكونوا المناعة هما تيبا تيسيب على الميتال اللي ديفونس لهم يتكون شي ميكرو اخدو غد درسة الى ضررتك الدرسات تتنفخ لك ذاك الوسيسة ديلا داروك الحلاقة تتنفخ ذاك الوسيسة لك تيحاربوا ذاك الميكروب وليني مما تيكون شي مرض تعفوني وتتكون عندك واح الوسيسة ما داركش درسة ومنفو خليك ذاك الوسيسة وما بغاش تفش داس اسبوع اسبوعين شهر قاع وما بغاش تفش او لا بالاخص الى غاديو تتكبر او لا باخص الى بانوشي حويش خورين هناكين خطر ايضنك تمشي وتنديلو التحليل وتنشوفو تنشخصو وتنديلو التحليل اللي محتاجين وبعدمات الابيوبسي تنحيدوها كاملة باش ندير اذا كبعدمات تنطيحو في امراض سرطانية اللي محتاجين اختصاصي فيه ولا اني الاول هما الامراض سرطان ديال الدم ليليسيمي صار و جميع الانواع ديال ليليسيمي ما كان الامراض ديال سرطان ديال العدم ديال الليغان النفروبلاستوم ديال العين فتيلوبلاستوم يقدر يبنمل زيادة زي ما عند راضيع يبنمل ينونك بزاف ديال انواع ديال السرطان ليقدر يكونوا انا يلا شخصناه بكري بحسن الناس الكبار كين علاج ويقدر يبرا ان شاء الله هذا هو اللي مهم انا فيما كاتح الفرصة خاصني نتفكروا لنا نتكلموا على سرطان ديال العين لانا كيف قلت يا دكتور انا كيبدا من كيبن من البداية ذاك الناس اللي تيبنوا عند الويدات ديالهم يعني بحل واحد نوع باحد لغشا بيضا اولتي يقول لك جلالة اولا في الممو ما نستهنوش بايد مسألة كتقدر تكون جلالة كيف كتقدر تكون سرطان ديال العين يعني حاجة لي هي بسيطة شكرا لك انا كفكرتيني في المسألة هادي لانا دا جا تكلمت تكلمنا فيها في شادة الاسرة ولكن ليوم جات الفرصة بيش انا ننذكروا انا كي نوع من السرطان اللي بالملاحظة يعني بالرؤية بان الام تطرد البال كل امور اولا الاب اولا اللي كيرافق له ليد نوع من الام بالاخص حيط الام اللي مع ولدها وبنتها وتتبدلي وتتشوفو كونه وتتفليه كين لاما مولي تتجيل عندنا تتقول لك بل يا هنا يا واحد الحبوبة بصحة جيك زاجر ولني كين لي تتشوف الحاجة ولني بحي لا قلت هي تتقولوها ما على سرية ما فيهاش مشي حاجة بانت لك شي حاجة اللي مشي يديك اما اعيد الطبيب صح ها دبا معا ديما معا دلوباء تعلمنا اننا نديرو لا لا مشي لا تليميديسي ولا اني نعطوه نصائح صح غير بالتليفون اولا بالفيديو ولا تتصور اما خد استيشارة مع الطبيب ويلا قال لك اللخ سنين نشوف هادا كتف اللي غادي يمشي يشوفو اللهم ما ديع واحد شوية الوقت ولا واحد شوية الفلوس باش تدير واحد تحلي لا سويتو باش نشوفو صحي يدعليك الخلعة ولا نقاو الله يحفظتي تعطل تنعا ونقول له مساج بالسرطان ديال اطفال والاخص ديال 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 فيلم غريب الحمد لله تنقدر عالجوا بزاف ديال انواع ديال ديال دياله سرطان ديال الاطفال بشرط انه يكون تشخيص بكري حسنا تنقول التroح دواب سهل مو لا تنقول 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 له هاد لما ما تيسوا ولو ربما نعم ربما في كثير من الأمراض دكتور رحمد بيزان تكلموا على تشخيص المبكر كي وقي الناس بواحد نسبة معينة يعني احتلال إنسان كي مغيمشي المضاعفات أو لغيرها على الأقل كي يبقى في واحد المرحلة مستقرة كي الأمراض اللي كتبقى مزمينة ولكن على الأقل كتستقر كتمشي تعلى الجيب ديال الشخص للنفسية ديال الشخص بزاف ديال حبيجات دكتور إسا خاصوا يرد البل ويعني ما يستهن بتاشي حاجة يعني كيف قلت الوالدين ربما كيكون مع الويدات ديالهم فخاصوا يردوا البل هاد الأمور كلها لأي شي يكون بسيط أجي ناخدونا صائح من خلالك لكل أمهات والآباء اللي كي سمعونا اليوم بالنسبة لوليدات ديالهم والصحة ديال الوليدات ديالهم والأمور اللي خاصنا فيها اللي نردو لها البال والأمور اللي ما خاصنا شي نستهنوا بها ونقولوا لا مرحلة أو لحالة عادية يعني حتى بزافة المرات كان سمعو القيل والقل وكانت سمعو لا راه أختو كانت بحلقة كانت هادي بحل مثل ما كيتعطلو سنان أو للمشي أو غير هادي أمور كلها كان سمعوها في الحياة الدين العادية فكرتيني بهاد القادية بحل ده غير البارح واحد طفلي جابو لي عندو عامين ونص ويلا في عشرة كيلو نمو دياله كله نقص بزاف نقص بزاف وميتنسبو لهم بحلقاتي ويك لا رتختو عند خمسين رتختو كانت هاكاك نعم أرى واحد الحاجة اللي مهمة هو ديك عامين اللولة هو من الأيام اللولة من الأشهر اللولة وليني في كل شيء هو ديك عامين اللولة مهمة بشكل كبير لدك الرضيع ومن بعد تيكون طيفلا في النمو ديالأعضاء كلهم وليني من الأخص المخ ممتاز معنيتها إلى زقلنا ديك لوقيتها بالدريجة ديال ديك الأشهر اللولة هادا كدري كان مريض عندو شيء مشكل ما تيهدمش مزيان تيطقية مرض نشي مرض اللي خلاه نمو دياله ممزيانش ما غنقول سواء غادي يكبر وبحال خو غادي 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 يعود يمكن هو عندو شيء مشكلة غادي يخلي ما غادي يكبرش وبالأخص المخ ديال ما غادي يكبرش ومن غادي يوصل الواحد السن لي خصو إيهدرك يبقلتي غادي يقولك ما عارش علش ما هداش ومن غادي يسي القرية لا يو هادل اكزمبل هادل اكزمبل زمان اللي تنقول لك را واقعي بنقلت لهم بنقلت لهم لارا خصوة حريق اللي كيه آمين وينقلك ولينيرا ما خايفيش را تاخت ورا عنده 4 سنين ورا تايا بحالكا كرا كانز بحالكا ونيجيت نقول لهم وكي ديرا لارا ما تتهدرش عنده 4 سنين وما زا ما تتهدر شيء ودوك فاتع لها الفوت تقريبا هي مالا دوك ما عفناش شو شنو مشكل ديال نعم بنت لكم شي حاجة مشي يا ديك بنت لكم شي حاجة شي واحد عطاكم شي نصيحة قال لكم مرة ولدكم اما زيد في الوزن او لا نقص في الوزن هذا خدوا استشارات طيبية ما فيها بس وغير واحد لمرة وتحيدوا عليكم ديك الخلع ونصيحة الاخرى هو الواقاية ما بين زعمال الواقاية هو هاد ليجيان اللي تنديروا دابا هاد نظافة عفاكم سمروا عليها صح ما امكان ما تقولوش صافي واحد نهار صافي درناج البات وكملنا الوباء وسخن الحال ونخرجوا وليداتنا هاتشي لتنتمنى وكلنا صح ولدني عفاكم هاد النصائح اللي تعلمتوا وعلمتوا لوليداتكم كملوا عليها بقود ديروها لانا كيف قلتي كتولي عادة 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 كيف كان قلوه انا مزيان ان الانسان عادة الجيدة المزيانة اللي غا توقينا بزاف ديال حواج قلتي في البداية يا دكتور انها قلات ربما دوك اللي كنا سمعوا ديال عقريب او ربما قل شوية من خلال النظاف ومن خلال احتياطات ديالنا اللي خدينا في فيروس كورونا تكلمتي كذلك على ان من قارنوا شي على الوليدات هنا مني تكلمتي على انه في دكو عامين اللولا خاصنا نهتموا وش نهتموا بالاكل ديالهم نهتموا باننا مني كنشوفوا شي اعراض كينا او لا يعني الاهتمام كيفاش غيكون باشاد الامهات والابا اللي كي سمعنا تصبح ياخدوا نصيحة شاملة يعني سين انتو اه الاخديت واحد اه شاب غنقولو عندو ستاش العام وقالس عبتي دابا معا ما كانش متان مدراسة غير قاس في الدار تيقرأ شوية وتيتفرج في تليفزيون وغلسة يأكل وتيغلاد وما عبت اه ما كين بس الدات ديالو كاملات ويمكن عاو تاني نرجع لحياة ديالنا غنقولو شي بها وعاو تاني هو يدير شوية النفس ويدير هذا ولا اني الاطفال الصغار ورادع ديك المرحلة اللي فتناها ما تانو عاو دوش نقدرون نرجعوا لها اي دونك وتانو عاو نقولو بالاخص النمو ديال الاعضاء وبالاخص دياللموخ نوك فخيمو هاديك لأمها تيعارفو هادشي تيعارفو غير كيفاش الحل هو اللي تبقى صعيب انا نعطيك مثال بسيط تتجيل ام تدوليك والدي عندو تلت سنين ما باغيش ياكل يا الخوضر ما باغيش ياكل يا الفواكه ما باغيش ياكل يا شي حاجة سميتال الحم ولا دجاج ولا الحوت باش عايش باش ليه اهيش ليه بالحليب ليه وغد والحسوة والخبز وزيت العود وقاتي الخير كين والاني هو باغي هادشي ايو شنو تديري للا وتنديل لي خاطره رامشي سيرت لي سيرو الشاية وراها سميتو يا للا رامشي حل تدقو يا رامشي حل تدقو يا رامشي حل وليدي رامشي تبكي ليه تنديل لي خاطره تنشري الصداع هكا تدقو يا نوك لما مولي بابا رام عارفين المشكل تيحسوا بيه مكيش واحد لي ما تيحش من المشكلة لو خبت كونش طويب ولاني لابخيو غي تزع ما واش نطير به نعم مشكل عنده اشنو غانسبق فالا واش نطير به نقول ليه لا خسنين هالشي تنقول لي مامو واحد الكلمات تنقول له بعد المرات قصحوا قلبكم على ولدك النهار اني غادي يكبر و تقول ليه سير المدراسة يقوليك انا بغيت مقنع اس قدقو لي قيسو الدار ما تجي نقول ليه جبدي السمطة وعطيه ولي نيرا تقول ليه بزمنك هادي نوضة وليه سمشي تقرع الاراسي القوشي لا ولا القوشي وسيلة والدك اللي عندوت السنين وما بغيش يأكل ليه الخضرة وهذا ما عمركم تضربوا الدريع للماكلة ما عمركم تخسموا عليه للماكلة ولا اني البارح واحد تقول ليه ابو ولدي لما درش لي لدي سانيمة ما تياكلش يا سيدي لدي سانيمة رأنت اللي كنتي تديرهم ليه تديرا حيدي حيدي لدي سانيمة بجي خيبين وليني نعاوضو ملزيرو ديك فرماتيه ملسا عالو نعاوضو نحيد علينا ديك تليبيوزو نحيد علي ديك لا تابلات ونخليه يجيجو هادي يقصح قلبك خليه يجيجو وغادي تعلم ياكل إلا ما إلا برحتيش هاد ريهان دابة اللي عندوت لسنين واربع سنين شنو غاديرتها الخمسطاش لعامة ويقول ليه جيتا كل خضر